واشنطن مقاطعة القطط هذا ما خلصت إليه إحصائيات الباحثين بعد أن وزعت كاميرات مراقبة في أكثر من 1500 موقع في جميع أنحاء المدينة بذلنا جهدا كبيرا لعد القطط في العاصمة واشنطن والتقاط وأحصائي كل قطة تعيش في مقاطعة كولومبيا سواء كانت حيوانات أليفة في الأماكن المغلقة أو قطة تدخل وتخرج من البيوت أو القطة التي تعيش في الخارج دوما ويعتني بها المجتمع القائمون على مشروع الإنقاذ الإنساني للحيوانات الأليفة فاجأهم محتوى الصور التي التقطت سكانا آخرين مثل السناجب والراكون والثعالب والغزلان وحتى الوشق البري لكن القطة كانت المخلوقات التي تهمهم من كل هذا التنوع هناك تنوع هائل في الحياة البرية بمدننا نميل إلى التفكير إلى أن الكثافة السكانية تعني بشرا فقط لكن البحث كشف نوعا من القوارض وصولا إلى الحيوانات المفترسة الكبيرة قطة لم تعش مطلقا في منزل وقطة منزلية وقطة يسمح لها بالدخول والخروج تصنيف يساعد على تعقيم الضالة منها لتخفيف الأعداد المتزايدة ننصح الناس دائما بأن القطة يجب أن تكون حيوانات أليفة داخلية ويسعدنا أن نرز ديادا في أعداد الأشخاص الذين يتبعون هذه النصيحة أسفرت الإحصائية عن حوالي 200 ألف قطة في واشنطن عدد أدهش علماء الأحياء الذين يعتقدون أنه لا يمكن العثور على حيوان ثدي بري آخر آكل لحوم وبهذه الكثافة في أي مدينة أخرى في العالم